السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بالجميع تعالوا بنا اليوم لنتكلم عن موضوع غاية في الأهمية نتكلم اليوم عن الموت المفاجئ للطيور والبغبغوات حضرتك تتفاجأ أن البغبغاء كان سليم وكان يلعب وكان يأكل وفجأة واحدة سقط البغبغاء جثة هامدة يجب عليك أن تكمل هذا الفيديو لتتعرف على الأسباب التي أدت إلى الموت المفاجئ للطيور وأول سبب أن بعض الناس قد يربي البغبغاء في البيت ويقوم برش الغرفة بالمعطر الجوي أو بالبرفان أو بالروائح التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية هذه الروائح وهذه العطور تؤثر سلبا على الجهاز التنفسي لدى الطائر لذا إذا كان البغبغاء في الغرفة وتريد أن تقوم برش المعطر فيجب عليك أن تبعد البغبغاء عن هذه الغرفة طبعا نحن نجد حتى مكتوبا على الزجاجة التي فيها المعطر الجوي مكتوب عليها تحذيرات فالجهاز التنفسي لدى الطائر والعصفير يجب أن يتجنب هذه الروائح الكيميائية التي تؤثر على صحة الطائر والكحل وغير هذه الأشياء أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الموت المفاجئ للطائر الطعام قد يكون الطعام الذي تقدمه للطائر به سوء تخذين أو بعض الناس يضع في هذا الطعام الذي يبيعه للطيور بعض الأشياء التي تؤدي إلى تسمم هذا الغذاء كأن يضع مثلا حبة الغلة التي تحفظ الطعام في الفلارس والبلكم فيجب عليك أن تشتري الطعام من مصدر موثوق الطعام الذي يحتوي على الكثير من المواد الأسمدة والأشياء التي تؤدي إلى موت الطائر مثل الفاكهة يعني مثلا الفاكهة الكبيرة الحجم المهدرجة والخضروات التي وضع عليها مثلا الرش رش كيماوي يعني في بعض الناس ترش المحاصيل الزراعية بالمواد والأسمدة لكي تتجنب الحشرات وغيرها فيجب عليك أن تغسل الفاكهة جيدا يعني هذه الفاكهة أنت لا تدري ماذا حدث لها لا تدري يعني ما الذي حدث هل تم رشها هل تم سقوطها في بعض الأشياء القذرة فيجب أن تغسل الفاكهة جيدا يجب أن تقدم الخضروات بعد غسلها جيدا مش أن أنت تجيب الجزر والبطاطا والتفاح من المحل وتقدمها مباشرة للطائر هذا خطأ شديد جدا يؤدي ذلك إلى تسمم الطائر وهو التسمم الغذائي يعني حصل تسمم الطائر مات فجأة واحدة أيضا يجب عليك أن تحسن تغذين الطعام يعني في بعض الناس بيجيب الطعام الفرالس والبالكام وغيره أو اللب طبعا اللب ده اللب عباد الشمس بيضعه طبعا إحنا عندنا اللب نفسه بيكون محمص يعني بيكون محمص يعني عندما تأكل حبة اللب تكون محمصة لكن عندما تتركها فترة فإنها تصبح يعني الحماس الذي فيها يصبح يدبل وتصبح يعني بيقولوا عليها إن هي أصبحت غير جيدة غير محمصة ومع مرور الوقت وسوق التخذية ممكن يكتمع عليها كثير من الفطريات والبكتيريا فيجب عليك أن تعرض هذه الحبوب للشمس لأشعة الشمس يجب عليك أن تعرض اللب أيضا لأشعة الشمس عشان حتى يصبح محمص يأكله البغبغاء ويكون سليم على صحته في بعض الناس بيقولوا إن أنت ممكن تضع قطعة من الفحم في داخل العلف ويجب عليك أن تضع الطعام والفلارس والبلكم والدنيبة في مكان جيد التهوية وأنت تبعد الفلارس والبلكم والحبوب عن الأماكن الرطبة يعني لا تضع شكارة العلف في مكان يصله الماء لأن الماء ستصل إلى العلف ويصبح العلف مصاب بالرطوبة والماء وهذا مع مرور الوقت سيحصل أن العلف سيتعفن ويصاب بالبكتيريا والفطريات وبعد كده تحصل مشكلة كبيرة للطيور أيضا من الأسباب المية المية التي تقدمها للطائر في بعض البلدان أو في بعض الساعات ممكن المية تحتوي على نسبة عالية من الكلور وده بيؤدي إلى موت الطائر فطبعا أنت الأفضل أن أنت تحط المية من الفلتر طيب لو ما عندكش فلتر من الممكن أن أنت تغلي المية وبعد ما تبرد الماء تضع هذا الماء في زجاجة وبعد ذلك تقدم هذا الماء الجيد اللي هو يعني تتجنب الكرور العالي المرتفع في الماء أيضا من الأسباب عدم تنظيف المسأة وعدم تغيير الماء لفترة طويلة يعني من الممكن أن بعض الناس تسيم المية لفترة طويلة جدا وطبعا مع تقديم الخضروات والفواكه بعض الطيور بتأخذ بعض القطع من الفواكه والخضروات وتضعها في المسأة وهذا أيضا يؤثر على الماء في الماء طبعا بيتعفن يعني بياخد الأكل الليين أو البيض أو الفواكه ويروح يشرب من الماء يذهب للشرب من الماء في المسأة ويضع منقاره وطبعا مع بقايا هذا الطعام الذي يكون في المسأة الماء يتغير ويتعفن وطبعا يصبح هذا الماء سبب رئيسي لموت الطائر أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى موت الطائر إن في بعض الناس بتكون حتى البغبغوات في الغرفة وطبعا يعني في البرد الشديد بتشغل الدفاية فطبعا الطائر يصاب بالبرد أو تشغل التكييف وطبعا في الحر الشديد الطائر أيضا لا يتحمل هذا التكييف بالليل فممكن يصاب أيضا بالموت المفاجئة لو أنت هتعمل تكييف في الغرفة أو غيره يجب أن أنت تجنب الطائر الغرفة المكيفة أو أن أنت تغطي الأفص ده الكلام ده في الحر الشديد أيضا يا جماعة عندنا من الأسباب التي تؤدي إلى موت الطائر الألعاب اللي بتكون في الأفص ممكن تؤدي هذه الألعاب إلى خنق الطائر فيجب أن نتجنب الألعاب اللي هي الحدة يجب أن نتجنب الألعاب اللي بتكون حديدية لأن ممكن تكون هذه الألعاب يعني يحصل بها نوع من أنواع الصداء الصداء فالصداء ده ممكن الطائر يعني إيه يحاول أنه يأكل فيه الصداء دوت والصداء ده يأثر سلبا على الطائر يجب عليك أن تضع الألعاب اللي هي الألعاب الخشبية الألعاب البلاستيك وتكون الألعاب دي آمنة جدا ما يكونش فيها اي نوع من انواع المخاطر طيب احنا قلنا اهم شيء النظافة اهم شيء ان انت تهتم جدا بالمية والطعام وانا بقول لحضرتك لو ان الموت المفاجئ دوة حصل عندك يعني انت حصل عندك موت مفاجئ لأكثر من عصفور يعني لقيت مثلا عصفور كتيرة ميتة مرة واحدة يبقى انت لازم تغير العلف غير العلف غير الطعام حتى تذهب لشراء طعام جديد لان انت الآن يعني ما انتش عارف السبب ايه فلازم ان انت تتوقف عن العلف اللي انت بتقدمه للطعام لان ممكن يكون العلف دوة ما تعرفش ايه اللي فيه تاني حاجة ان انت تنظف ارضية القفص كويس جدا ان انت تحول يعني يبقى فيه مصدر تهوية جيد حاول ان انت ترش القفص بالمية والخل لان ممكن ده يكون بسبب فيرس حاول ان انت لما تشتري طيور جديدة ما تدخلهاش مرة واحدة على طيورك حاول انت تجنبها في غرفة مستقلة لان ممكن الطيور الجديدة دي تكون حاملة لبكتيريا أو حاملها لفيروس والفيروس دوة يؤدي إلى الانتشار في الغرفة حاول أن أنت لما يكون فيه عندك موت مفاجئ غير المية قم بتنظيف المية كويس جدا رش القفاص بالمية والخل خل التفاح حاول أنت تغير العلف وتجيب علف جديد من المصدر موسوق حاول أنت تنظف أرضية القفاص كويس وحاول أنت بقدر المستطاع أنت تتواصل مع الطبيب البيطري لأن تأتي بمدود دحيوي أو تأتي بأي شيء يعني يرفع من مناعة الطائر حتى تتجنب هذه الخسارة لو فيه شمس ممكن تعرض الطيور والأقفاص لأشعة الشمس وأتمنى لكم جميعا التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته